السلام عليكم ورحمة الله والآن مع درس جديد في مادة رياضيات تحت عنوان الأسوان القائمة والموشور القائم والهدف من الدرس حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لهذين المجسمين فلنبدأ مع أول مجسم ألا وهو الأسوان القائمة تضير الصور مجسما للأسوانة القائمة مكونة من قاعدتين على شكل قرص وصطح جانبي يلف القاعدتين المسافة بين نقطة من القاعدة العليا ونقطة أخرى تمثلها في القاعدة السفلة تسمى هذه المسافة بالارتفاع أما المجسم الثاني فهو الموشور القائم وهو عبارة عن مجسم من قاعدتين متماثلتين وأوجه جانبية في هذا المثال الموشور القائم هو موشور قائم خماسي حيث أن القاعدة عبارة عن مضلع خماسي للموشور القائم صور عديدة تختلف باختلاف شكل قاعدته فنجد الموشور القائم السوداسي بقاعدة على شكل مضلع سوداسي وموشور قائم خماسي بقاعدة خماسية وموشور رباعي وكذا موشور تولاتي قاعدته متلتة وأشكال أخرى عديدة تختلف باختلاف قاعدة الموشور قبل المرور لحساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية للمجسمين نتذكر أولا بأن المساحة الجانبية بصفة عامة هي محيط القاعدة في الارتفاع والمساحة الكلية هي مجموعة مساحة الجانبية التي سبق تحديدها ومساحة القاعدتين إذن لنطبق هاتين العلاقتين على لصوانا القائمة وعلى الموشور القائم نبدأ باللصوانا القائمة سنقوم بنشر للصوانا التي تظهر لنا على الصورة حيث سنحصل على قاعدتين على شكل قرسين وسطح جانبي عند بسط هذا السطح نحصل على مستطيل مساحة جانبية للصوانا هي مساحة هذا المستطيل الذي عرضه يمثل لارتفاع بين القاعدتين وطوله يمثل محيط القاعدة وبالتالي فالمساحة الجانبية للصوانا كما نعلم هي محيط القاعدة في الارتفاع وبما أن القاعدة في الاصطوانا القائمة عبارة عن قرس فمحيط القرس هو R في 2 في 3.14 وستصبح المساحة الجانبية تساوي R في 2 في 3.14 في H حيث R هو ارتفاع الأسطوانا أما المساحة الكلية فيكفي حساب مساحة القاعدتين وإضافتها إلى المساحة الجانبية التي سبق توضيحها ونعلم جيدا أن مساحة القاعدة على شكل قرس هي الشعاء في الشعاء في 3.14 وهنا سنحتاج للضرب في 2 لأنه لدينا قاعدتين أي R في R في 3.14 في 2 وستصبح المساحة الكلية هي ST يعني لسخفاس تتال تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين أي ST تساوي SL لسخفاس لاتغال زائد 2 في R في R في 3.14 وفيما يخص الموشور القائم كما قلنا ليست لوحالة مضبوطة لذلك وجب الانتباه لشكل قاعدته وعدم خلص الأوجه مع القاعدتين سنأخذ كمثال منشور قائم 30 حيث القاعدة عبارة عن متلت ونطبق ما قلناه لحساب مساحة الجانبية لهذا المجسم حيث ستكون هي SL تساوي A زائد B زائد C مضروبة في H حيث A تمثل قياس الضلاء الأول للمتلت وB تمثل قياس الضلاء الثاني للمتلت والS تمثل قياس الضلاء الثالث للمتلت مضروبة في H الذي هو ارتفاع الموشور القائم أما المساحة الكلية فهي مجموعة المساحة الجانبية مع مساحة القاعدتين سننتبه فقط إلى أن القاعدة عبارة عن متلت فسنحسب مساحة المتلت التي هي B في H مقصومة على 2 سنحتاج لضرب هذه المساحة في 2 لأنه لدينا قاعدتين ونضف عليها المساحة الجانبية التي سنبق تحديدها لتصبح المساحة الكلية تساوي S T لتصبح المساحة الكلية هي S T تساوي S L يعني المساحة الجانبية زائد B في H مقصومة على 2 مضروبة في 2 يجب الانتباه في هذه الحالة إلى أن B نعني بها قياس قاعدة المتلت و H نعني بها ارتفاع المتلت و G N نعني بها ارتفاع الموشور اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة